توصل أجهزة الدولة تقديم كافة المساعدات للعائدين من السودان عبر معبر أرقين البرية لتسهيل دخول المصريين وجميع القدمين إلى الأراضي المصرية كما تواجدت فرق الهلال الأحمر المصري لتقديم الكدمات للجالية المصرية منذ تحاركهم من السودان وحتى المعبر المزيد من المتابع ينضم إلينا محمد سعيد مرسل دي أم سي من معبر أرقين محمد تحياتي لك وأسألك عن الأجواء لديك كيف ترصدها تواجد الهلال الأحمر المصري دخول الحافلات كيف يتم التسهيلات التي يتم تقديمها عند المعبر أهلا بك إيمان برحب بك وبرحب بكل مشاهدي دي أم سي في كل مكان من داخل معبر أرقين البرية على الحدود المصرية السودانية الحقيقة ما زالت عملية ودوء كبيرة الحقيقة بتسود المعبر نظرا لسهولة الإجراءات أيضا والجهود الكبيرة التي تبزلها السلطات المصرية هنا داخل المعبر لتسهيل دخول كافة الوفدين سواء من المصريين أو من الأجانب أو أيضا من الأشقاء السودانيين في الجانب السوداني الحقيقة الإجراءات تسير داخل المعبر بشكل كبير جدا وميسر وهناك أيضا استعدادات كبيرة لاستقبال أي أعداد تأتي إلى جمهورية مصر العربية وبالتالي المعبر الحقيقة يشهد عدد كبير جدا من الأقسام وتنظيم كبير جدا من العاملين أتقم العمل الحقيقة تعمل على مدار 24 ساعة داخل المعبر في هذه اللحظات الحقيقة ربما بعض الحفلات التي دخلت الآن وأنهت كافة الإجراءات القانونية لدخولها إلى الأراضي المصرية ومن ثم تنقل داخل حفلات تابعة لوزارة النقل المصرية بالمجان إلى داخل مدينة أسوان أو محافظة أسوان ومن المواقف الداخلية أو الأماكن المخصصة لسيارات الأجرة يستطيع كل مواطن أو وافد إلى هذا المعبر أن يدخل إلى أي مكان أي ما شاء بجانب الحقيقة هذه الاستعدادات اللوجستية العديدة من الجانب والمسؤولين داخل المعبر أيضا الهلال الأحمر المصري بيقوم بتقديم خدمات طبية متنوعة الحقيقة خيام مخصصة للوفدين سواء من الأطفال أو السيدات والشيوخ لحمايتهم من الحرارة وانتظارا لتسهيل إجراءاتهم وانتهاءها أيضا كمان الخدمات الطبية من عيادات متنقلة وعربات الإسعاف الجاهزة لنقل أي حالات حرجة أو أي حالات مرضية من خلال الوفدين يعني منذ قليل انتهت زيارة كانت الحقيقة الوفد من عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة منها منظمة الغذاء ومنظمة الصحة العالمية وأيضا منظمة اللاجئين الحقيقة الذين زاروا المعبر اليوم وأشادوا الحقيقة بالتسهيلات وأشادوا بما وجدوه هنا من خدمات مقدمة لكل الوفدين القادمين إلى مصر من الجانب السوداني عودة عليك مرة أخرى إيمان شكرا جزيلا محمد سعيد مرسل دي أمسي من معبر أرقين شكرا جزيلا